بسم الله الرحمن الرحيم كبيرا أمنيا واقتصاديا وتنمويا واجتماعيا كبيرا على مدينة الدربدة خاصة المنطقة التي تواجد بها والمحيط حولها والمحيط الذي حولها نحن في السؤال للنادي الوزير النقل كنت أدرها بات من الضروري بأن هذه المحطة طرقية والولد الزيان لكي تحيد من ثم والتغلق لأنه كان البديل البديل هو أن وطائق التعمير واللي صدق عليها مجلس المدينة الحساب تصاميم تهيئة عدنا ثلاثة الاقتراحات وهي زكتها الوكال الحضارية مشكورة والاقتراح الأول هو محطة جنوب الدربدة بمنطقة دي اللي ساسفة محطة طرقية بالمواصفات العالمية والمنصفة بالمواصفات الجيدة في إطار الجيل الجديد من المحطة الطرقية وعلى ذلك المحطة الطرقية التي تفتخر بها بلادنا المحطة الطرقية دي المدينة الرباط قلنا بش تكون واحدة بجنوب الدربدة حتى اللي جي من جديدة أزمور جديدة أسفي من أقادير يعني يمكن يقف عجية لساس فاق واللي جي من شمال الدربدة اللي جي من الرباط ومن العريش والقنيطرة ومنطانجة يوقف في سيد البرموسي وهناك إمكانية ثالثة هي الناس اللي جيين من خريبها ومن سطات هذه يقفوف في الحدود مع إقليم مديونه بالضبط فالمقاطعة دي اللي ثباتة دونك هذه ثلاثة الاقتراحات تم التوافق حولها وهي اللي غدت تحلق الإشكاليات احنا طلبنا من اللي هو وزير دي النقل هو الإصراع بإخراج هاد المحطة الطرقية رغم أن هذه المحطة الطرقية هي أولا من اختصاص داتي للجامعات هي اختصاص داتي ولكن احنا تنقول بأنها رأى اختصاص مشترك ما بين مجلس المدينة وما بين القطاع الواصيل اللي هو وزارة دي النقل بل أكتر من ذلك احنا في الإطار الاستباقية دلناه في برنامج عمل الجامعة 2022-2027 دونك الإطار القانوني راح موجود هاليا ده بو كين عيلا رصد الاعتمادات المسخرة اللي بناء هذه المحطات الطرقية خاصة أن مدينة الدار الويضاء الآن تعرفوها الدينامية تعرفوها الحركية تعرفوها الواتيرة سريعة دي الإنجاز دي المشاريع خاصة المشاريع المتعطرة وخاصة المشاريع التي وقعت أمام سيدنا الليينسرو سنة 2014 واللي يتخصص البيدي جي سي برنامج تنمية مدينة الدار الويضاء الكبرى 34 مليار ديلة الدرهم دونك الأمور كلها واجدة ما علينا إلا تنفيذ هذه القرارات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر